مجيش جوزي مورينيو مورينيو عنده مشاكل مع بعض الاسماء مارسيل على سبيل المثال ما يلعبش كرة اللي مورينيو عايزه عايز يجيب بعض اللاعبين في بعض المراكز على سبيل المثال وبالنسباله جودة الفريق مش كافية للنجاح اصرفه في الصفقات اللي أنا عايزها لكن النادي عنده تشكك في مورينيو مع انه هو اللي جايبه عنده تشكك في رؤية مورينيو فبالتالي بيقاوح جوزي مورينيو فما بينفس سياسة جوزي مورينيو وجوزي مورينيو ما كانش في أفضل حالاته وجوزي مورينيو لما بيخش معه خناقة غالبا بتقلب العملية خناقة كلها لما الإدارة بتتخانق مع المدير الفني غالبا واحد فيهم بينتصر في الحالات اللي بيبقى فيها مورينيو الطرف اللي بيخش خناقة مع الإدارة غالبا بيحصل قنبلة في المكان خلال البروجيكت كله بيفرع فشل جوزي مورينيو جيه أولي سولشاير أولي سولشاير جاب اللعيبة وهنا مثلا بالنسبالي مورينيو شايف راس الحرب روميلو لوكاكو سولشاير شايف راس الحرب راشفورد هات راشفورد بيع روميلو لوكاكو بعد كده بيظهر كريستيانو في السوق هات كريستيانو رونالدو طب وراشفورد أنا رجعه ينجي تاني طب وفين السياسة هنا فين من يدير الأمور فين الخطة اللي هتجمع اللعيبة دي مع بعض فين الخطة اللي تسمح بإنبول بوك بابرونو كريستيانو رونالدو ثلاثة من اللعيبة المميزة جدا وكرة في رجلهم صغير مميزين وكرة مش في رجلهم بحكم السن عند كريستيانو رونالدو بحكم الطبيعة بتاعت بول بوك با وأخطأه كتيرا في وسط الملعب وبحكم الطبيعة بتاعت برونو فرناندز كصانع لعب كلاسيكي فانت هنا بتتكلم على إن أولا المدرب ما عندوش وقت يبن ما بيعودش أصلا فترات طويلة فتبص على برونو فرناندز إمكانيات بروناردو سيلفا أو التأثير بتاع بروناردو سيلفا في منشستر سيتي أعلى بكتير بحقق نتائج أحسن بكتير بمعنى أدق قصدي فبالتالي انت هنا بتتكلم على إن لا المدرب لا لا نادي اشترى العيبة بطريقة فيها زكاء وفيها خطة وفيها رؤية ما وفيها خطة تكتكية زي ما ليفربول كان بيعمل ولا المدربين اللي بيبقوا جايين بيعودوا الفترات طويلة تسمح لهم إنهم ياخدوا قرارات عنيفة مع نجوم كبيرة ويطور في لعيبة صغيرة أو يطور في لعيبة اللي موجودة معاه ويركن لعيبة تانية بلا حساسيات فإحنا وصلنا دلوقتي لأن ليفربول اشترى زي ما قلنا كده مع يورجان كلوب 20 لعيب وبقى أحسن نادي في العالم وإنت اشتريت 26 لعيب منشستر يونايتد وهتبني في صيف الجاي المشروع بتاعك من أول وجديد إركتان هاج هيجي إركتان هاج لو مقدرش الأمور بمزاجه أنا مش متخيل أي حاجة جديدة هتحصل لأن بصراحة لو أنا كرئيس للنادي أو كإدارة نادي تعقدت مع أربع مدربين والأربع فشلوا فغلما المشكلة بقى مش مش موجودة في مقعد المدير الفني لمنشستر يونايتد مشكلة أكبر من كده بكتير